الملكة رانيا بتحرص دايماً على مشاركة صورها مع أفراد أسرتها مع الجمهور وفي الغالب بتكون الصور في المناسبات الرسمية أو في أوقات الصفر خارج الأردن بس المرة دي بقى قررت الملكة رانيا تكسر الروتين والبروتوكول الملكي ونشرت صور جديدة ليها مع كل أفراد أسرتها بإطلالة عفوية تعالي أقول لكم حكاية الصور ومكانها تابعونا للنهاية خطفت الملكة رانيا الأنظار كعادتها بعفويتها في أحد الظهور عائلي لها وتقلقت باللون الأسود اللي منحها لمسات نعيمة تحرت فيها الأنظار ببسطتها وبعدت عن الملابس الرسمية المكلفة وتقلقت الملكة رانيا بتنورة سودة وجاكت بنفس اللون من دار لويز فيتون كمان نسقت إطلالتها مع صندل بنفس لون إطلالتها بتوقيع ماركة برادا الشهيرة وقبلها شاركة الملكة رانيا عبد الله متابعيها مجموعة من الصور العفوية اللي جمعتها بعائلتها وتميزت الملكة رانيا في جميع إطلالتها العائلية بالعفوية والبساطة ومع اللمسات الملكية اللي ميزت جمالها وإطلالتها حرست على الظهور بشكل عفوي عشان توصق لحظاتها السعيدة مع أسرتها ونشرت الملكة رانيا مجموعة صور عائلية جمعتها بزوجها الملك عبد الله الثاني وأبنائها الأميرة سلمة والأمير هاشم وعلقت على الصور بكلمات عبرت بيها عن سعادتها الكبيرة وقالت أحلى الأوقات دايما معكم وظهرت الملكة رانيا ببساطتها المعتادة والأنيقة اللي تميزت بيها وارتدت فستان أسود طويل وجنبها الملك عبد الله الثاني وشركت صورة للأمير هاشم وهو بيحتضن أخته الأميرة سلمة وبعدها نشرت صورة لكل واحد فيهم بمفرده وتشابهت إطلالة الملك عبد الله الثاني مع ابنه الأمير هاشم باللون الأسود بينما ارتديت الأميرة سلمة إطلالة كاجول بانطلون جينز ونصقت معاه تيشيرت أبيض وعليه كتابة باللونين الأسود والبينك وظهرت المحبة والعاطفة المتبادلة بين الأمير هاشم والأميرة سلمة خلال صورتهم مع بعض وكالعادة قدر الأمير هاشم يخطف كل الأنظار بفضل وسمته الكبيرة اللي كل الجماهير اتكلمت عنها وإنه جمع وسمته من الملامح الأوروبية والشرقية وتفاعل الجمهور مع إطلالة الملكة رانيا بعفويتها وتفاعل كمان مع جمال أبناءها الهادي اللي خطف الأنظار وكان في تعليقات من الجماهير منها دايماً أسرة بسيطة تفرح القلب بالنظر إليها أجمل صور بشوفها في حياتي صورهم وضحكتها نعمة مثلها مثل أزيئها شركت الملكة رانيا من أسابيع صور للأمير هاشم وهو بيرتدي زي خاص بركوب الدراجات النارية باللون الأسود بالكامل لممارسة هويته المفضلة واكتفت الملكة رانيا بتعليق مقتضب على الصور داعية الله أن يحمي نجلها الأصغر الله يحميك وتفاعل الكثير من المتابعين مع صور الأمير هاشم بحيث علقت الكثير من الفتيات عليها بعبارات غزل ومزاح بسب وسمته وكمان وصفوه البعض بالأمير الساحر وجاءت بعض التعليقات ابنك عاجبني يا خالة يبدو أنه خرج للتوم من أحد أفلام ديزني الأمير الأردن الساحر الله يحميه ومزحت بعض الفتيات الملكة رانيا بالتقدم بطلبات الجواز من الأمير هاشم يا عم جيتك لحد بيتك عشان أتقدم منزلته عشان تعب قلوب المراهقات اكتبوا إنا بقى أنتم في التعليقات إيه رأيكم في إطلالة الملكة رانيا مع أفراد أسرتها ومين أكتر حد فيهم لفت انتباهكم